أهلا بكم من جديد ينضم إلينا في استوديو أنهيل الأخبار برنامج من القاهرة الأستاذ جمال رائف الكاتب والباحث السياسي أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك فاندي وأهلا بكل صدقاء المشاهدة أهلا بك إذن هي زيارة مهمة للرئيس الجزائري لمصر اليوم وفي المؤتمر الصحفي تم الحديث عن أكثر من ملف أولا برأيك ما هي المشتركات التي نجحت في أن تجعل العلاقات المصرية الجزائرية وثيقة على مدى كل هذه السنوات يعني مشتركات كثيرة والروابط التي تجمع مصر والجزائر في الحقيقة أيضا كثير نتحدث عن الرابط العربي الرابط الأفريقي الرابط طبعا الشرق أوسطي الرابط الأهم وهو الرابط التاريخي لأنما حينما نتحدث عن التاريخ فنحن نتحدث عن علاقات استثنائية ما بين مصر والجزائر وظهرت هذه الاستثنائية سواء فيما يتعلق بدعم مصر الغير محدود للثورة الجزائرية وهنا نتحدث عن الرئيس الراحة الجمال عبد الناصر ودعمه المطلق لهذه الثورة سواء من خلال احتضان قيادات هذه الثورة الجزائرية في القاهرة دعمهم بالمال والعتاد صوت العرب كانت هي المنبر الذي شكل القوى الناعمة لدعم الثورة الجزائرية بيانة الثورة الجزائرية خرج من إذاعة صوت العرب بالقاهرة إذن نحن نتحدث عن مؤذرة أيضا دفعت الدولة المصرية ثمنها في العدوان السورياتي لأن هذا أغضب الجانب الفرنسي وجعل الجانب الفرنسي أيضا ينضم للعدوان على الدولة المصرية ثم أيضا حينما احتاجت مصر مساندة الأشقاء العرب في حربها ضد العدو الإسرائيلي وجدت أيضا الجزائر أولى هدي الدول الداعمة لها الرئيس أبو مديان في الحقيقة تحدى الغرب في هذا التوقيت وذهب إلى الاتحاد السوفيتي ووقع اتفاقية لصالح الدولة المصرية لا علاقة بشراء أسلحة كان هناك أيضا دعم على صعيد المشاركة العسكرية في باركة العبور وغيرها من أطر مساعدة في هذا الإطار إذن هذه الأواصر وهذه المحطات التاريخية التي نتذكرها الآن تؤكد أن مصر والجزائر في الحقيقة أمامهم مفرص لاستغلال هذا الإرث التاريخي العظيم للغاية للبناء عليه والمضي قدما نحو تنمية هذه العلاقات وفي الحقيقة أن أيضا الحاضر ليس ببعيد عن هذا التاريخ يعني في عام 2014 القرار السياسي من السيد الرئيس عبد الفتاح السياسي بأن تكون أول زيارة خارجية له إلى الجزائر الشقيق كان الأمر له معنى كبير للغاية سواء على صعيد العربي أو على صعيد الأفريقي أو حتى على صعيد الاستحضار هذه المحطات التاريخية وهذه المعاني المهمة وبالتالي سيد الرئيس كان قراره أن تكون الجزائر أول محطاته الرئيس عبد المجيد تابون أيضا بعد تولين مسئولية مجددا كانت أيضا أو كان أيضا قراره أن تكون مصر أول محطاته الخارجية بعد تولين مسئولية لفترة جديدة إذن ربما هذه لفتات تظهر وكأنها لفتات بسيطة ولكنها ذات معاني مؤثرة وكبيرة وتحكس قدر وقوة العلاقات الثنائية وبالتالي ظهر جليا اليوم في المؤتمر الصحفي هذه الرغبة السياسية في البناء على هذا الماضي المجيد ما بين الدولتين والمضي به قدما نحو تحقيق المزيد والمزيد من المتطلعات للدولتين عشان كده نتحدث عن سواء الشق السياسي أو الشق الاقتصادي والتعاون المشترك في هذه المجالات ومجالات طبعا أخرى مختلفة تنعكس حتى إيجابيا على صعيد القضايا الإقليمية سواء عربيا أو أفريقيا هناك توافق بدى واضحا في المؤتمر الصحفي في مواقف الدولتين حيال كل القضايا يعني ملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التصعيد في لبنان ملف ليبيا والسودان برأيك أي الملفات أكثر الحاحن في أن يتخذ فيها مواقف عربي طبعا أكيد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لكن كيف يمكن الاستفادة من توافق الرؤى بين مصر والجزائر وبين كل الدول العربية كما صرح الرئيس اليوم أنها من أكثر الدول القضايا التي عليها أجماع بالتأكيد القضايا الفلسطينية أجماع عربي وتطابق في الرؤى العربية ولا خلاف على الثوابت العربية في هذا الأمر حل الدولتين كحل عادل وشامل للقضايا الفلسطينية الرفض الكامل للتهجير القصري رفض مبارسات العنف تجاه الشعب الفلسطيني وغيرها من ثوابت العرب يتفقون عليه في الحقيقة أن التنصيق المصري الجزائري نحن لا نتحدث عن نوايا التنصيق أو نريد التنصيق بل بالعكس التنصيق حاضر وبقوة وظهر جليا فيما يتعلق بالعمل داخل دوائر الأمم المتحدة حينما نرى الفترة الماضية ووجود الجزائر كطرف عربي أو كمندوب عربي في مجلس الأمن وتنصيق مع الدولة المصرية في هذا الملف كان تنصيقا عالي المستوى ولهذا خرجت حتى الجلسات الخاصة في مجلس الأمن ترضي الشرع العربي نوعا ما برغم طبعا الفيتو الأمريكي ولكن على صعيد الرؤى العربية وترح الرؤى العربية والصمود العربي داخل الأمم المتحدة كانت مصر والجزائر خلال الفترة الماضية وما زال طبعا العام المستمر في تنصيق مستمر وده أيضا ترجم في الاتصالات المكثفة ما بين القادة منذ بداية الحرب على قطاع غزة في العام الماضي نحن نتحدث عن حجم كبير جدا من الاتصالات الهاتفية ما بين القادة وبالتالي التنصيق حاضر بشأن القادة الفلسطينية ولكن اليوم أيضا محطة جديدة في هذا التنصيق بتعلنها القيادة السياسية الجزائرية في تأييد الموقف المصري والمبادرة التي طرحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فيما يتعلق بإيجاد هدنة لمدة يومين وتبادل الأسرة والمحتجزين ويعني الوصول أيضا لربما مكتسبات أخرى لا علاقة بالتهدئة هذا التأييد الجزائري السريع والمباشر والصريح أمام المجتمع العربي بالتأكيد بيحفز باقي أشقاء أيضا لمؤذرة الدولة المصرية في جهودها الحثيثة لدعم القادة الفلسطينية الدولة المصرية في حاجة إلى أشقاءها العرب وهي تعمل بكل جد وبكل في الحقيقة يعني اقتدار في هذه القضية وفي هذا الملف وبالتالي بنجد حتى طوال الوقت أليات عمل مصرية مبتكرة يعني السيد الرئيس اليوم كشف عن مبادرات جديدة وعن أدوات جديدة يعني حتى بعيدا عن المبادرات التقليدية أو الصفقات التقليدية والاتفقات التقليدية التي كنا نتحدث عنها خلال الأيام القليلة الماضية وحتى الأشهر القليلة الماضية أسد رئيس اليوم يطرح بديل جديد وبالتالي دوما الدولة المصرية لديها تحديث وتنوى في طرح الحلول وده في الحقيقة أعتقد أنه هو ما نحتاجه الآن أن يكون طوال الوقت هناك بدائل هناك أطروحات جديدة وبالتالي وجدنا أكداء السياسية المصرية تطرح اليوم بديل جديد فيما يتعلق بمصار الهدنة والتأييد الجزائري أمر مهم للغاية لأن مصر والجزائر في الحقيقة من أهم ركائز الاستقرار وتحقيق الأمن على صعيد العربي والأفريقي يعني لا ننسى أيضا نعم القطاع الفلسطينية لها أهميتها ولها خصوصياتها ولها أولوياتها ولكن أيضا حتى العمل على الصعيد الأفريقي التعاون المصري الجزائري له مردود بالغ الأهمية يعني حينما نتحدث مثلا عن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف هنا نتحدث عن مصر التي عانت ويلات الإرهاب والجزائر أيضا التي عانت ويلات الإرهاب وبالتالي دولتين لديهم تجارب مهمة في التخلص من الإرهاب والفكر المتطرف وبالتالي القرى الأفريقية التي الآن يصدر إليها الإرهاب سواء في أفريقيا الوسطى أو في سحل الصحراء الأفريقي أو في مناطق أخرى في القرى الأفريقية تحتاج إلى مساندة مصر والجزائر وبالتالي الدولة المصرية اتخذت خطوات مبكرة في هذا الأمر يعني مركز التدريب الخاص بقوى السحل والسحراء لمكافحة تطرف الإرهاب وغيرها من الخطوات ولكن أيضا التعاون مع الجزائر أيضا ربما يعزز قدرات الدولة المصرية في النفاذ لهذا الفكر الوسطي المعتدل والقضاء على الأفكار المتطرفة داخل القارة الأفريقية وبالتالي نحن نتحدث عن الكثير والكثير من الأطر في العمل وبالعودة أيضا للقضاء العربية طبعا القضاء الليبية كانت حاضرة اليوم في المؤتمر الصحفي وبتأكيد التوافق أيضا فيما يتعلق به الحل الليبي الليبي يعني الرئيس الجزائري اليوم تحدث صراحة عن أهمية وضرورة الحل الليبي الليبي وهذه أيضا هي الرؤية المصرية يعني مصر دائما تؤمن بعدما تدخل في الشؤون الداخلية للدول ولا يعني تحبز ولا ترغب في أن حتى تكون الأطراف الدولية الأخرى موجودة كعنصر حال ولكن عنصر مساعد للحل يجب أن نكون جميعا محفزين للسلام محفزين للإستقرار ولكن ليس من خلال فرض النفوذ أو فرض السيطرة أو فرض الحلول وبالتالي الحل الليبي الليبي هو الحل الأمسل للقضية الليبية وهذا ما تدعمه الدولة المصرية وأيضا تدعمه أيضا الجزائر وهذا ينطبق بالمناسبة على باقي القضايا هنا نتحدث عن توافق الرؤى بشكل واضح فيما يتعلق بدعم مسارات الحلول السياسية كحلول ناجعة وناجزة فيما يتعلق بكافة القضايا العربية سواء طبعا القضايا الفلسطينية أو القضايا الليبية طبعا ما يحدث في السودان وغيرهم من نقاط توطر في الشرق الأوسط نعم طيب فيما يتعلق بمقترح الرئيس أسيسي اليوم لاحتواء الأزمة وحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وفكرة تبادل أربعة أسرة مقابل بعض الأسرة الفلسطينيين هل ترى أنه بعد التطورات الأخيرة التي سنتحدث عنها بعد موجز الأخبار بعد التطورات الأخيرة هل هناك مجال لهذه المقترحات أعتقد دائما المجال موجود وحينما تطرح مصر فهي تطرح بناء على معلومات وعلى أيضا خطوات فعلية على أرض الواقع وبالتالي هي تتحرك وتحاول والمحاولة في حد ذاتها نجاح أن تظل الدولة المصرية تحاول حتى بعد مرور عام فهذا أيضا يعني أن هناك إصرار مصري وهذه الإرادة المصرية أن الدولة المصرية لن تتخلى لن يكون هناك نفازا لأي أحباط داخل الإرادة المصرية وبالتالي أنا أعتقد أن فقط فكرة طرح حلول جديدة والإصرار على طرح المبادرات هذا في حد ذاته نجاح نجاح لأن الدولة المصرية قادرة على الصمود قادرة على ابتكار الأفكار قادرة على أن تظل مؤادرة للقضية الفلسطينية وهذه رسالة طمأنة في حد ذاتها يعني حينما تخرج القيادة السياسية المصرية اليوم السيد رئيس عبدالفتاح السيسي بهذه الأطروحة الجديدة هذه رسالة بلغة الأهمية في حد ذاتها الدولة المصرية تتحدث عن أن الدولة المصرية لم ولن تتخلى عن مؤذرة القاضية الفلسطينية وسوف تحاول أن تطرح المزيد والمزيد من الأفكار والحلول والأطرحات وبالتالي أنا أعتقد أن هي رسالة في حدثتها مهمة للغاية وعلى الصعيد الآخر نتحدث عن جهد كبير جدا ويمكن السيد الرئيس تحدث أن الأيام القليلة الماضية شهدت مجود كبير وبالفعل المتابع يرى أن هناك حراك في القاهرة كبير جدا لتغيير الموقف الذي تجمد خلال الفترة الماضية طبعا هذا نتاج التعنت الإسرائيلي وتعنت حكومة نتنياه المتطرفة التي تريد أن يبقى الوضع كما هو عليه في قطاع غزة وأن يكون هناك حربا من أجل الحرب داخل القطاع وأن يكون هناك أيضا محاولة لفصل الشمال على الجنوب ونشوف إزاي الآن في أعمال توصف بالأعمال البربرية في شمال القطاع يعني ما يحدث الآن في شمال القطاع من تهجير قصري من ممارسة سياسات التجويع وإجبار المواطنين على ترك منازلهم وترحيل المواطنين بشكل لا إنساني هذا يتنافى مع المواطنين الدولية ومع القانون الإنساني الدولي ومع حتى كافة المفاهيم الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالتالي الدولة المصرية تتحدث بكل قوة وبكل ثقة أنها قادرة على تغيير هذا الموقف الثابت والمتجمد وأعتقد أننا جميعا نثق في القدرة المصرية على إحداث التغيير بإذن الله نعم نواصل حوارنا مع حضرتك بعد موجز الأخبار والزميلة شاهناز تفضلي شاهناز شكرا لك جزيلا شاهناز أعود مرة أخرى إلى الكاتب والمحل السياسي أستاذ جمال رائف وننتقل إلى تطورات الأحداث اليوم تطورات سريعة جدا ومتلاحقة وكلها تتعلق بارتفاع وطيرة العنف بشكل كبير سواء حادث الدهس الذي حدث اليوم في معسكر جليلوت أو حادث دهس آخر لكن لم يسفر عن ضحايا كما حدث في الأول وأيضا الهجوم حزب الله على الشمال والذي أحدث خسائر كبيرة جدا وكانت هناك تهديدات واضحة بضرورة الإخلاء لأن القادم أسوأ أولا ما تحليلك لهذا التصعيد الرغم أن كل التحليلات أو كل التوقعات كانت ترجح أنه بعد ضربة حسن نصر الله وبعد ضربة يحيى السنوار وغيرهم من قادة حركة حماس أو حزب الله ستهدأ الأمور أو على الأقل ستتوقف إلى حين لكن ما حدث كان العكس بالتأكيد لا أحد يستطيع أن يتنبأ أن الأوضاع سوف تهدأ خلال الفترة القادمة لأن العنف لا يولد إلا العنف وطوال كانت هناك أولوية لاستخدام الخيار العسكري دون أي حلول سياسية سوف تظل المنطقة على شفى حافة الهوية وسوف نظل في هديد دايمومة من الحرب المتناهية في الإقليم وبالتالي الاختيار العسكري للجنب الإسرائيلي واستمراره بدون أي رجد ودون أي ترشيد أمر بلغ الخطورة ويهدد الإقليم بشكل عام وبالتالي نحن نتحدث عن حتى ظواهر جديدة أصبحت الآن تتصاعد سواء فيما يتعلق بحوادث الدهس أو غيرها من الأمور وبالتالي نتوقع أيضا أن يكون هناك ربما عمليات مثل هذه العمليات خلال الفترة القادمة لأن بالتأكيد ربما تلجأ هذه المقاومة أو تلجأ حماس أو حزب الله إلى نوعيات جديدة أو عمليات نوعية بشكل جديد بعد أن ربما خسرت جزء من بنياتها التحتية وبالتالي ربما أيضا يكون هناك تطوير في الأداء ومن ثم الجنب الإسرائيلي يظن أنه سوف يأمن من خلال السلح فقط وهذا أمر غير منطقي وغير عقلاني هل نحن أمام معادلة جديدة للمقاومة بعد هجوم اليوم وبعد تكثيف هجمات حزب الله برأيك؟ أعتقد أن ما نشاهده الآن يؤكد أننا ما زلنا نشاهد حلقات جديدة من تصاعد الصراح وإن حتى عكس ما كان يظن الجنب الإسرائيلي أن الضربات السابقة أو العمليات السابقة سوف تهدئ من روع الأحداث إلا أننا نرى الأوضاع تشتعل وبل بالعكس يعني دخول إيران على الخط في مالغ الخطورة يعني الآن المواجهة الإسرائيلية الإيرانية مواجهة ربما تنتقل من فكرة المواجهة الإقليمية إلى مواجهة دولية هذا الملف بالتحديد يعني هناك تحليلات كثيرة تقول أنه الخطوة فيه محسوبة وهناك اتفاقات تحت الطاولة لكل خطوة من طرف تجاه الآخر حتى يتم احتواء الموقف في النهاية بإشراء أفض أمريكي أقصد أي ضربة موجهة من إيران أو إلى إيران يعني تحدثنا هكذا أيضا عن قواعد الاشتباك ما بين حزب الله والجنب الإسرائيلي ثم رأينا الأمر يعني يخرج عن السيطرة وبالتالي أعتقد أن لا يوجد ضوابط في الصراع الإقليمي الآن يمكن التعويل عليها ولا يمكن الارتكاز عليها أن هذه الضوابط يعني من الممكن أن تؤمن المرحلة القادمة بل على عكس الإطلاق من الممكن أن تنفلت الأوضاع في أي لحظة وبالتالي لا يمكن أن نرتكن إلى هذا الأمر وهذا الافتراض بكون هناك حتى الآن نعم أتفق ما يمكن أن نسميه قواعد اشتباك غير معلنة في المواجهة الإيرانية يعني لا ضرب لمصالح استراتيجية قوية يعني حتى بعض الذين كانوا يتحدثون عن ربما ضربات لمراكز نفطية أو مصالح نووية هذا لم يحدث وبالتالي إسرائيل اختارت أن يكون هناك ضربة محدودة لها طابع يعني معين وبالتالي حتى الآن لا يوجد تصعيد فعلي وتصعيد حقيقي ولكن هذا أيضا لا يعني أننا بمأمل عن التصعيد الفعلي ولكن الخطورة الحقيقية أن حتى الآن نتحدث عن إسرائيل وإيران ولكن الولايات المتحدة على الجهة الإسرائيلية وهناك أيضا على الجهة الشرقية أو الجهة الإيرانية جهات شرقية أخرى مثل روسيا مثلا أيضا منخرطة في هذا الأمر وبالتالي الخوف من أن يحدث هذا الصدام ما بين القوى الكبرى على منطقة الشرق الأوسط أو على ساحة الصراع في منطقة الشرق الأوسط فننتقل بفكرة الصراع الإقليمي إلى الصراع الدولي إلى مرحلة الحرب العالمية يعني كيف سوف تنفجر الحرب العالمية أن ينتقل الصراع الإقليمي ما بين أطراف الإقليمية إلى أطراف دولية بشكل مباشر وأن تدفع منطقة الشرق الأوسط ضريبة هذا الأمر فهذا أمر بالغ الخطورة ودفعت المنطقة ثمنه في الحرب العالمية الأولى وفي الحرب العالمية الثانية ولكن لا تتحمل الآن أيضا أن تدفع ثمنه مجددا في حرب العالمية جديدة وبالتالي هذا بعد البعد الآخر ما يتعلق بالقضية الفلسطينية نفسه يعني حينما نتحدث الآن عن لفت الأنظار إلى الاشتباك الإسرائيلي الإيراني ونتحدث طوال يعني الوقت عن إسرائيل وإيران واللغة المتحدة وإيران أوروبا وإيران وكأن القضية الفلسطينية ليست لها مكان على السحة وهذا أمر بالغ الخطورة في حين أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع لا بس ده تغير في الوقت الحالي يعني هي المعادلة الرئيسية تدور حول القضية الفلسطينية يعني إيران تدخلت في هذا التوقيت حزب الله صعد في هذا التوقيت كل ذلك بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولكن إسرائيل تحاول استقلال ما يحدث الآن للتصدير صورة للرأي العام الغربي تحديدا أن الصراع إسرائيلي إيراني هذا ما أقصده في حين أن الصراع إسرائيلي فلسطيني والقضية قضية عروبية وبالتالي تصدير هذه الصورة للمجتمع الأوروبي تحديدا يجعل المجتمع الأوروبي وحتى المعسكر الذي أصبح ينحاز نسبيا للقضية الفلسطينية ربما يتراجع لماذا؟ لأن في النهاية إيران ربما تكون عدو مشترك لإسرائيل والاتحاد الأوروبي وبالتالي برغم أن هناك مصالح بين الاتحاد الأوروبي وإيران ولكن ربما نوعا ما هناك نوع من أنواع التحفظ وبالتالي إسرائيل هنا تحاول أن تصدر للمجتمع الأوروبي تحديدا أن الصراع إسرائيلي إيراني حتى تضمن التعاطف الأوروبي مجددا بعد أن خسرت بالفعل جبهات مهمة داخل التحديد الأوروبي يعني أسبانيا ومالطا وغيرين من الدول الأوروبية لكن إيران حريصة في خطابها السياسي أنها تؤكد أن كل التصعيد الذي تصاعده بسبب الحرب الإسرائيلية لقطاع غزة يعني هي نحت جانبا المخاوف الأخرى التي كانت تساق للمجتمع الدولي الخاصة بالملف النووي الإيراني الخاصة بالاعتداء على دول الخليج الخاصة بمحاولة الهيمنة الإيرانية على لبنان عن طريق حزب الله إيران تعلن دائما أن ما تقوم به من هجوم هو رد على ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة فبالتالي يعني بشكل أو بآخر تقطع هذا الطريق أمام هذه الجدلية ولكن التحدي الأوروبي أو المجتمع الغربي هل سوف يصدق إيران؟ لا سوف يصدق إسرائيل سوف يصدق إسرائيل سوف يصدق السردية الإسرائيلية ولن يصدق السردية الإيرانية وبالتالي سوف تكسر قدار فلسطينية التعاطف من بعض الدول الأوروبية لمصلحة دعم إسرائيل في مواجهة إيران وهذا في الحقيقة يعد خسارة سياسية على صعيد المجتمع الدولي خاصة أننا كنا لتحدث عن مكاسب فيما يتعلق بتعاطف نسبي من بعض الدول الأوروبية تجاه عدالة القدار فلسطينية وبالتالي أنا أعتقد أن يجب علينا في خضم هذا العراق الإقليمي أن نظل محافظين على القدار الفلسطينية وهذا ما تقوم به الدولة المصرية يعني حينما نرى الدولة المصرية وهي تتحدث عن الصراع الإقليمي لا تتحدث عن هذه الأطراف المتعددة ولكن تتحدث فقط عن حل القدار الفلسطينية حينما تحدث السيد الرئيس اليوم تحدث عن حل الوضع في قطاع غزة وبالتالي جوهر القضية هو القدار الفلسطينية في سياق العنف المتزايد حاليا في مواقع عراقية وسورية ذكرت أن هناك دولية انفجارات سمعة في قاعدة أمريكية بحقل نفطي شرقي دير الزور في سوريا طبعا ستتضح الأمور أكثر في الساعات القادمة لكن من المرجح أن هذا يكون في سياق التصعيد التصعيد العنف ما يحاول أو ما كان يحاول نتنياهو طوال الفترة المقبلة الماضية عفوا تسويقه لسكان الشمال أنه سيعيدهم إلى منازلهم وربما كانت هناك احتفالات بعد قتل السنوار أن العودة ستكون قريبة وهناك تقريبا تحديد تواريخ للعودة كل هذا دمر بشكل أو بآخر بعد تهديدات حزب الله وبعد الرشقات التي يرشقها من بين حين وآخر والأوامر بالإخلاء على غرار ما تقوم به إسرائيل بإصدار أوامر الإخلاء للفلسطينيين واليوم كانت هناك مشدات كبيرة جدا بين نتنياهو وبين أهالي الأسرة في خطابه الذي ألقاه بمناسبة الذكرى العبرية لحرب 7 أكتوبر أو لهجوم 7 أكتوبر بالتقويم العبري هذه المواجهة إلى أي مدى يستطيع نتنياهو تحملها بالذات أن عنصر الأمان أصبح غائبا عن المجتمع الإسرائيلي وهو الذي يكافح نتنياهو لتحقيقه للشعب الإسرائيلي ويفشل حتى الآن سوف أبدأ من عنصر الأمان بالفعل الأمان مفقود في الداخل الإسرائيلي سواء ناحية الجنوب أو ناحية الشمال في الداخل الإسرائيلي مفقود تماما الإسرائيليين طوال الوقت في الملاجئ وبالتالي أعتقد أن هذا العنصر طبعا يجعل هناك غضبا شعبيا تجاه نتنياهو وخصوصا أن الوعد كما حركت فضلت وذكرت أن ربما حينما نذهب إلى الشمال سوف نسكت هذه الجبهة وبإسكات هذه الجبهة سوف يعود المستوطنين إلى مساكنهم ومن ثم تهدأ الأمور وهذه كانت نقطة الخلاف ما بين المعارضة يائل لبيد وآخرين فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة يمكن هذه الجبهة المعارضة كانت تتحدث عن تخفيف العمليات في قطاع غزة والذهاب إلى الحرب في الشمال وهذا كان أيضا خلافا ما بين نتنياهو وجلنت ومن ثم لإرضاء هذه الجبهة ذهب نتنياهو حتى الضغط على القدرات العسكرية الإسرائيلية لفتح الجبهتين معا وهذا في الحقيقة أيضا أمر خطير للغاية وهذا ما يجعلنا الآن نتحدث عن أن إسرائيل ليست بمأمن لماذا؟ لأن نتنياهو فتح الجبهتين في الشمال والجنوب معا بخلاف جبهات أخرى منفتحة يعني نحن نتحدث الآن عن سبع جبهات وبالتالي أن تقوم القدرات العسكرية الإسرائيلية المحدودة لأن في نهاية المطاف هذه القدرات دون الدعم الأمريكي هي قدرات محدودة وهذا ما استدعى البلد المتحدة الأمريكية أنها ترسل منظومة الدفاع الجوي إلى داخل الإسرائيلي بمجموعة عسكرية تدير هذه المنظومة وهذه سابقة تحدث لأول مرة وهذا دليل أن القدرات العسكرية الإسرائيلية بالفعل لا تتحمل تصدي لكل هدية الجبهات وبالتالي نتنياهو يرهن على الفشل يهرب إلى الأمام إلى الحرب ويريد الحرب من قدر الحرب ويضيع الوقت حتى يأتي موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية ولكن هذا الرهان أيضا ربما يجعل نتنياهو نفسه يعني يخسر كل شيء لأن الآن المستوطنين لم يعودوا إلى منازلهم إحساس الأمام منعدم إحساس الأمام منعدم الأسرة في حالة ضياء الضياء لم يأتوا حتى الآن لم يعودوا الخلافات السياسية ما زالت موجودة الوضع الاقتصادي الداخلي الإسرائيلي هش للغاية يعني الوضع الاقتصادي الإسرائيلي الآن صعب القدرات العسكرية نفسها على صعيد البشري الأمر مهلهل تماما يعني من ناس مع طوال الوقت عن يعني حوادث انتحار بين صفوف جيش الاحتلال ويعني أمور كثيرة جدا وأمور نفسية وغيرها من الأمور إذن الحرديم وأزمة الحرديم وعدم رغبتهم في الانخراج مشاكل داخلية كثيرة جدا ولم يحلها تصعيد الإسرائيلي أشكرك أستاذ جمال رائف الكاتب والمحل السياسي شكرا لوجودك معنا ونذهب إلى تقرير عن آخر تطورات الأحداث في سياق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من بعد أن يتابع حوارنا في منقار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر